سؤال اخر من طبيب اسنان يقول احتاج لشراء جهاز طبي تبعا لمباداة البنك المركضي التي يشترك بها بنك ابو ظبي الاسلامي ونسبة الربح 2.5% فقط في السنة ويشق علينا ان نشتريه نقدا سعره يتجاوز 600 الف فميقول انا سؤالي حول التورق المنظم النموذج الذي قدمه بنك ابو ظبي كما يقول السيد نموذج التورق المنظم وانا محتاج لتجهيز عيادتي وليس عندي هذا المبلغ لاشتري هذه الاجهزة نقدا فما حكم موقفي هذا نقول له اولا لقد صدر قرار من مجمع الفقه الاسلامي الدولي في التورق المنظم اسوق لك بنصة يقول قرار المجمع التورق اولا نعرف بالتورق التورق في اصطلاح الفقهاء شراء الشخصي سلعة بثمن مؤجل من اجل ان يبيعها نقدا بثمن اقل غالبا الى غير من اشتريت منه بقصد الحصول على الورق على النقد هذا التورق جائس شرعا شريطة ان يكون مستوفيا لشروط البيع المقرر شرعا التورق المنظم في الاستلاح المعاصر شراء المستورق سلعة من الاسواق المحلية او الدولية او ما شبهها بثمن مؤجل يتولى البائع ترتيب بيعها اما بنفسه او بتوكيل غيره او بتواطئ المستورق مع البائع على ذلك بثمن حال اقل غالبا طيب يعني قرار المجمع يقول لا يجوز التورق المنظم لما فيه من تواطئ بين الممول والمستورق صراحة او ضمنا او عرفا تحايلا لتحصيل النقد الحاضر باكثر منه في الذمة وذلك الربا لكن من تتمل القول عنه وقال ان بعض الباحثين وان بعض هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الاسلامية اجازت هذا النموذج ومن ثم من وقع في ضرورة حقيقية قل لنا من اجاز فان كنت حقا في ضرورة لهذه الصفقة وكانت المقابلة بين ان تشتري من خلال التورق المنظم من بنك اسلامي او ان تخذ قرضا ربويا من بنك تجاري تقليدي فلا شك ان الشبهة يعني امرها ايسر واقرب من الحرام الجلي المحض البين لكن ان كنت في ضرورة حقا وكل مسلم مسؤول امام الله عن تقدير ضرورته ان كانت المقابلة بين الربى الجلي وبين التورق المنظم فنتيجة المقارنة لصالح التورق المنظم بطبيعة الحال وان كان قرار المجمع الفقه على منعه لكن على الاقل ثمت خلاف شرعي في هذه المسألة وثمت هيئات رقابة شرعية في بعض المصارف الاسلامية اجازت ومن وقع في ضرورة قلد من اجاز